معلمة حديثة التخرج ذات خلق ودين تقدم أكثر من شاب لخطبتها إلى أنها لم توافق على أحد منهم حيث كانت تبحث عن شاب تقي يأخذ بيدها إلى الجنة ولأن لها الكثير من الأفكار الجديدة الرائعة تم تعيينها في مدرسة ابتدائية خاصة وكانت مسؤولة عن تلاميذ الصف الخامس وعند اقتراب عيد الأم اقترحت المعلمة الشابة على إدارة المدرسة أن يقوم تلاميذ فصلها برحلة إلى أحد الأسواق الكبرى وهناك يختار كل طفل ما يحلو له كهدية لأمه وتقوم الإدارة بدفع ثمنها فوافقت الإدارة على فكرتها وذهبت المعلمة وتلاميذها إلى السوق واختار كل طفل هديته وعندما عاد التلاميذ إلى المدرسة قالت لهم المعلمة هيا أروني ما اختاره كل منكم لأمه رفع الأول هديته وكانت حقيبة رائعة ورفع الثاني زجاجة عطر ورفع الثالث حذاء ورفع الرابع ماكينة حلاقة ومعجون وشفرات الحلاقة فضحك الجميع وسخر منه ولكن المعلمة ابتسمت له وسألته مداعبة ما هذا؟ ألم تفكر في هدية غير هذه؟ هل تريد أن تسعد أمك أم تحزنها؟ بكى الطفل من سخرية الجميع منه وحزنت المعلمة بعدما وجدت الدموع بعيني التلميذ وقالت له أعذرنا جميعا ولكن لماذا هذه الهدية بالتحديد؟ فصمت الطفل قليلا وبدأ يمسح دموعه ثم قال لقد توفيت أمي وأبي في حادث سيارة بعد ولادتي بعام وأخي الأكبر مني بخمسة عشر عاما هو من تعب في تربيتي وأتى بي إلى هذه المدرسة فهو أمي وأبي وهذه هدية له لم تجد المعلمة شيئا تفعله سوى أن تشارك الطفل اليتيم بكاءه وقبلت رأسه وسألته لماذا لم يتزوج شقيقك وتتحمل زوجته المسؤولية بدرا منه؟ قال التلميذ كل فتاة يتقدم لها تشترط عليه عدم وجودي معهما وأخي يقول إما أن نعيش معا أو لا زواج ابتسمت المعلمة ثم طلبت من التلميذ أن يأتي بأخيه في الغد لمقابلتها وفي الصباح التقت المعلمة بشقيق تلميذها وبالحديث معه وجدته شابا صالحا تقيا يعمل بوظيفة حكومية ويحب شقيقه ويهتم به كأنه ابنه وعندما شعر بتعجبها من كل هذا الاهتمام بأخيه الأصغر ذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك فأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ابتسمت المعلمة وشعرت أنها التقت بمن تبحث عنه وبعد أيام قليلة ذهب الأخ الأكبر إلى أهلها ليخطبها بعدما وجد علامات القبول على وجهها وتم الزواج وعاش الأخ الأصغر معهما يتقى رعاية ومحبة من زوجة أخيه لا تقل عن رعاية ومحبة أخيه له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رجل أعمال تقي شعر بدنو أجله فاستدعى أبنائه وقال لإبنه الأكبر منذ وفاة أمكم من عشر سنوات تزوجت سرا حتى لا أغضبكم وزوجتي مسلمة من إندونيسيا وتعيش هناك وقد أنجبت ثلاثة أبناء هم إخوتكم فخذ هذا العنوان واذهب إليها وأعطها ميراثها وساعدها إن استطعت ثم توفي الأب وحضر الأخ الأكبر هو وإخوته عند القاضي لتوزيع الإرث فتنبه لوصية أبيه وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة لذلك أخبر القاضي بزوجة أبيه فأوقف القاضي توزيع الإرث حتى حضور الزوجة في الجلسة سافر الإبن إلى إندونيسيا وبعد عناء في البحث وصل إلى بيت بسيط فطرق الباب وخرجت إليه سيدة محجبة فعرفها بنفسه وأخبرها بوفاة أبيه وأنه يلزم حضورها معه إلى بلدهم بطلب من القاضي فسافرت معه وأخذت نصيبها من الإرث وكان مبلغا كبيرا وبعدها طلبت من الإبن الأكبر أن يذهب بها إلى مكة لأداء العمر فلبى طلبها ثم عادت إلى بلادها وبعد عام اشتاق الإبن الأكبر لزيارة زوجة أبيه ورؤية إخوته وعند وصوله إلى بيتها لم يلاحظ تغييرا على المسكن من الداخل والخارج نفس ما رآه أول مرة فسألها أين أموالك التي ورثيها فقالت له في الصباح سنذهب معا إلى مكان أموالي وأثناء ذلك دخل عليهما أكبر أبناء زوجة الأب وعمره عشر سنوات فسأله أخوه هل تحفظ شيئا من القرآن فقال له نعم أحفظ القرآن كاملا فتعجب الأخ الأكبر فقالت له زوجة أبيه إن ولدي الأصغر منه يحفظ نصف القرآن أما ابنتي الصغيرة وعمرها أربع سنوات فتحفظ جزء عمه فعندما يبدأ طفلي في الكلام أقوم بتحفيظه القرآن ثم أجري مسابقة في الحفظ فمن يحفظ أولا هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة ومن يراجع أولا هو من يختار أين نذهب في عطلة الأسبوع وعلى هذه الحالة أخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة سر الإبن الأكبر كثيرا بإخوته وبأمه مصالحة التقية وظل طوال الليل يستمع للقرآن من أصواتهم الجميلة وفي الصباح ذهب مع زوجة أبيه إلى مركز المدينة وهناك شاهد مركزا إسلاميا كبيرا باسم أبيه للتحفيظ والتعليم وبه دار أيتام وقالت له زوجة أبيه هذا المركز صدقة جارية لأبيك بكى الإبن الأكبر ووقف مذهولا من صدق ووفاء هذه السيدة مع أبيه ثم عاد إلى بلده واجتمع بإخوته في نفس يوم وصوله وأخبرهم بما رأى وتبرع الإخوة بمبلغ كبير لإقامة مشاريع خيرية لأبيهم لقد علمتهم زوجة أبيهم الوفاء وحب الآخرة على الدنيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين تزوجت فتاة صالحة من رجل بدى جيدا ومناسبا لها وكانت الحياة تسير بهما مريحة بفضل هدوء الزوجة وطاعتها لله وصبرها ولكن بعد مرور عام على هذا الزواج بدأ الزوج في الابتعاد عن زوجته إلا أنها حاولت معالجة الأمر بالتقرب من زوجها وعمل ما يرضيه راجية رضا ربها وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي ولكن الزوج أصر على بعده وأظهر ضيقه من محاولات زوجته في التقرب إليه مما دفعها إلى الكف عن محاولة التقرب إليه ومرت الأيام على هذا الحال إلى أن وصل إلى الزوجة رسالة على هاتفها المحمول كان مضمونها أن زوجها يكرهها ويحب امرأة أخرى ومن الأفضل لها لحفظ كرامتها أن تترك هذا المنزل وترحل ورغم حزن الزوجة إلا أنها استقرت على حذف الرسالة وكتم الأمر والوصول إلى الحقيقة إن كان زوجها يخونها حقا أم لا فكرت الزوجة كثيرا إلى أن قامت بالاتصال بزوجة أحد أصدقاء زوجها وقد عرف عن هذا الصديق الخلق الكريم والتمسك بالدين إلى جانب أن هذه الزوجة صديقتها فطلبت منها أن تأتي إليها وبالفعل حضرت الصديقة وقبل أن تفاتحها الزوجة في أمر زوجها استأذنت الصديقة لدخول الحمام ولكن عند دخولها الحمام تركت هاتفها على الطاولة وبعد ثوان رن هاتفها فكان الرقم الظاهر على الشاشة هو رقم زوج الزوجة المخدوعة فقامت دون تردد وردت على الهاتف فسمعت زوجها وهو ينادي تلك الصديقة بحبيبتي ويؤكد معها على موعدهم هذه الليلة وهنا تأكدت الزوجة من خيانة زوجها لها ولصديقه وعرفت أن التي أرسلت لها الرسالة هي صديقتها وبسرعة أغلقت الهاتف وحذفت المكالمة من السجل لم تحدث الزوجة أي بلبلة فقط طلبت الطلاق فلم يتأخر الزوج بل طلقها مباشرة وعادت إلى بيت أهلها وهناك بحثت إلى أن وصلت إلى زوج صديقتها الخائنة وأخبرته عن خيانة زوجته واستحلفته أن لا يسبب أي فضائح ففعل الرجل وطلق زوجته الخائنة في هدوء مرت الأيام بتلك الزوجة إلى أن انتهت عدتها فجاء زوج صديقتها وتقدم إليها وقد كان نعم الزوج ونعم العوض من الله حيث كان رجلا أنعم الله عليه بالخلق والدين وحسن المعاملة فكان مكافأتها من الله على ما مرت به من ألم انتهى الأمر بالزوج والزوجة الخائنين بعدم الزواج فالخائن لا يأتمن أي أحد حتى ولو كان شريكه ومن ساعده في خيانته وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير شاب في السابعة والثلاثين من عمره متزوج وله أولاد ورغم ذلك ارتكب كل ما حرم الله من الموبقات أما الصلاة فكان لا يؤديها مع الجماعة إلا في المناسبات فقط مجاملة للآخرين والسبب أنه كان مصاحبا لمجموعة من الأشرار العصين فكان الشيطان ملازما له في أكثر الأوقات فكان دائما كئيبا غاضبا والعلاقة بينه وبين زوجته وأولاده سيئة للغاية كان لهذا الشاب العاصي ولد في السابعة من عمره اسمه مروان وكان في بعض الأحيان يرى والده وهو يفعل بعض المنكرات إلا أن هذا الإبن بفضل الله قد ورث الإيمان من أمه الخلوقة المؤمنة وذات ليلة كان هذا الشاب وابنه مروان في البيت بعد صلاة المغرب وكان الأب يخطط ماذا سيفعل هو وأصحابه من معاصي فإذا بابنه مروان يقول له لماذا يا أبتي لا تصلي ثم رفع يده إلى السماء وقال له إن الله يراك فتعجب الأب من قوله وأخذ مروان يبكي أمامه فأخذه إلى جانبه لكن مروان ابتعد عنه وذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وكان قد تعلم الوضوء من أمه التي كانت من حفظة كتاب الله بعد أن توضأ مروان دخل على أبيه وأشار له بأن ينتظر قليلا ثم ذهب بعد ذلك وأحضر المصحف الشريف ووضعه أمامه وفتحه مباشرة دون أن يقلب الأوراق ووضع إصبعه على هذه الآية من سورة مريم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ثم أخذ مروان يبكي وبكى معه الأب طويلا ثم قام مروان ومسح دموع أبيه وقبر رأسه ويديه وقال له صل يا والدي قبل أن توضع في التراب وتكون رهين العذاب كان الأب في ذهول ودهشة وخوف لا يعلمه إلا الله فقام على الفور وتوضأ ثم قام بإضاءة أنوار البيت جميعها وكان ابنه مروان يلاحقه من غرفة إلى غرفة وينظر إليه باستغراب وقال له دعي الأنوار وهيا إلى المسجد فأخذه الأب إلى المسجد وهو في خوف شديد وأقيم لصلاة العشاء وإذا بإمام المسجد يقرأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لم يتمالك الأب نفسه من البكاء ومروان بجانبه يبكي لبكائه وفي أثناء الصلاة أخرج مروان من جيبه منديلا ومسح به دموع أبيه وبعد انتهاء الصلاة ظل الأب يبكي ومروان يمسح دموعه حتى أنه جلس في المسجد مدة ساعة كاملة حتى قال له ابنه بعد أن خاف عليه من شدة البكاء لا تخف يا أبي فأنت هنا في أمان عاد الأب وابنه إلى المنزل فكانت هذه الليلة من أعظم الليالي عند الأب حيث شعر بأنه ولد فيها من جديد وحضرت زوجته وحضر أولاده وأخذوا يبكون جميعا وهم لا يعلمون شيئا مما حدث فقال لهم مروان أبي صلى في المسجد اليوم فرحت الزوجة بهذا الخبر إذ أن مروان هو ثمرة تربيتها الحسنة وقص الأب على زوجته ما جرى بينه وبين مروان وقال لها أسألك بالله هل أنت من طلبت من مروان أن يفتح المصحف على تلك الآية فأقسمت بالله ثلاثا أنها ما فعلت ثم قالت له أشكر الله على هذه الهداية ومنذ تلك الليلة والأبو لله الحمد لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد وقد استطاع أن يقنع رفقاء السوء بالعودة إلى الله وترك المعاصي وأصبح يعيش في سعادة غامرة وحب وتفاهم مع زوجته وأولاده يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير شاب من أسرة ثرية تعود منذ صغره على الصمت الطويل وأن تلبى طلباته كاملة وأن يقوم الناس على خدمته وكان لا يشكر كل من يقدم له خدمة حتى في عمله على أساس أن ما يقدمه الناس له واجب ولا يستحق الشكر وكثيرا ما ذكره الأصدقاء في العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس إلا أنه كان لا يهتم تزوج هذا الشاب من فتاة صالحة وعلى خلق ودين وعاش معها في بيت زوجية هادئ وأنجب منها أطفالا وكانت تحبه وهو أيضا يحبها لكنه يحبها حبا صامتا بدون فطفضة للمشاعر أو تقديم الشكر لها على ما تبذله من جهد معه ومع أبنائهما وبعد عشر سنوات أتت زوجته ذات العقل الراجح وأعطته شريطا سمعيا ليقوم بسماعه في السيارة أثناء توجهه لعمله صباحا أخذ الزوج الشريط ووضعه بالسيارة وتوكل على الله للعمل وانتظر دقيقة ولم يبدأ الشريط في سرد محتوى ثم انتظر دقيقتين ولم يستمع صوتا فقام بتقديم الشريط قليلا ولم يستمع شيئا فغضب واتصل بزوجته يخبرها أن الشريط فارغ فطلبت منه الانتظار قليلا فقدم الزوج الشريط ووصل للعمل بعد ثلث ساعة والشريط لم يبدأ بعد فاتصل بزوجته وأخبرها بأنه أعطته شريطا فارغا فقالت عند عودتك من العمل قم بقلب الشريط أنهى الزوج عمله وركب سيارته للعودة وقام بقلب الشريط وحصل على نفس النتيجة وظل غاضبا حتى عاد لبيته وقال لزوجته أنت تسخرين مني ابتسمت الزوجة وأخذت الشريط من زوجها ووضعته داخل المسجل حتى انتهى الوجه الأول ولم يستمع الزوج شيئا فقال لزوجته ألم أقل لك أن الشريط فارغ فطلبت منه الزوجة أن يصبر حتى انتهاء الوجه الآخر ولكنه لم يحتمل وعندما زاد غضبه أطفأت الزوجة المسجلة وقالت له يا زوج الغالي لم تحتمل الصبر على الشريط نصف ساعة وهو فارغ وأنا صابرة عليك عشر سنوات وأنت فارغ الصمت يا زوجي يقتل العلاقات الزوجية مثل السم البطيء كما أنك لم تتعود على شكر الآخرين أما سمعت ولو مرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فهم الزوج ما قصدته زوجته ولأول مرة يعتدر لها ويخجل أمامها ومن بعدها قام بإصلاح نفسه وعامل زوجته على أنها إنسانة وليست على أنها جزء من أثاث البيت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين